التدقين الظاهرة من الظواهر السلبية التي انتشرت في كثير من المجتمعات بدول العالم وقد اتسعت دائرة هذه الظاهرة لتشمل ملايين الأفراد من مختلف المستويات الاجتماعية ولا شك أن التدقين في هذا العصر أصبه أكثر انتشارا وأشد قطورا بين الشباب المتعاطين وبهذا القصوص جاءت الاتفاقية المبرمة بين وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية أميس لإطلاق مشروع مكافحة التدقين والحد من تعاطيه بحلول العام 2030 إن التدقين يتسبب في الكثير من العمراض الصحية والعصابة بمختلف عنواع السرطانات مثل سرطان الرئى والحنجرة والأمراض القلبية المختلفة وزيادة نسبة القولسترول في الدم والتحابات اللثة والقرهة المعدية المستشار بوزارة الصحة العامة تطرق في قطابه الأهمية الاتفاقية الرامية إلى مكافحة التدقين وقرار الحكومة الشادية بمنع التدقين في الأماكن العامة أما ممثل منظمة الصحة العالمية أميس الدكتور جان بوسكو أضاف خلال كلمته بأنهم يؤدون تشكيل لجنة عليا لمكافحة التدخين تعمل على وضع السياسات والاستراتيجيات العامة لتنفيذ ومتابعة البرامج الموضوعة والمحافظة على مجتمع سليم ومعافي من كل العمراض التي يسببها التدخين ترجمة نانسي قنقر